هذا وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العضوان المتواصل إلى 34844 شهيداً و78404 مصابين وأكدت السلطات الصحية في القطاع أن قوات الاحتلال ارتكبت سبعة مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية أصفرت عن استشهاد 55 شخصاً وإصابة 200 آخرين مشيرة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم